نادي الأهلي لو حدركوا تتذكروا في كل فترة من الفترات طبيعي أي نادي في العالم الناس الفنيين والناس اللي بتحبه الكورة وبتشجع كورة وفعلا عايشها الكورة فاهمة الكلام ده كويس قوي وهم دول القاعدة الأكبر من جمهور النادي الأهلي وهم دول القاعدة الأكبر من جمهور النادي الأهلي فاهمة أن كل فترة لازم يبقى فيه أحلال وتجديد لأسباب كتيرة جدا المتغيرات أن فيه لعيبة سنها بيكبر فيه طروق فنية ما بتبقاش صلحة فالإحلال والتجديد ده من أهم مميزات مواكبة العصر فلازم أنا كنادي متطور والنادي الأهلي زي ما قلت الحضركة وهفضل أكمل نفس الكلمة وهو عايز تقيس ترمومتر الكورة المصرية راحة فين بص على النادي الأهلي الأول مع كامل احترامي لأي نادي تاني ولأي منظومة تانية نادي الأهلي سابق حتى اتحاد الكورة عايز تعرف عنوان الكورة أو الكورة في مصر راحة إزاي وعلى مدار التاريخ من ما وعشر سنة احنا ما بتكلمش على الفترة دي بس عشان الناس تبقى فهمة أنا لا أتحدث على هذه الفترة أنا بتكلم من أول ما أنشئ النادي الأهلي بص على مستوى الكورة عامل إزاي تعرف ترمومتر ومنتخب مصر عامل إزاي نادي الأهلي كويس منتخب مصر كويس دي حاجة معروفة على مدار التاريخ كورة الجديدة وقلت لحضراتكم أقولها تاني مستر هيديكوتي المجري تاخب المجر في الفترة دي كان مسيطر على العالم في الكورة أول فرقة تخلي اللعيبة تنزل تسخن في الملعب كان النادي الأهلي قبل كده كان كله بيسخن في قط اللبس أول طرق في كرة القدم حديثة هتلاقيها في النادي الأهلي مروراً لفترة التمانينات مستر فيسا لما دخل طريق 3-5-2 الناس كلها لعبت بيه لحد دلوقتي فيه ناس بتلعب 3-5-2 بتاعت مستر فيسا اللي في التمانينات احنا بنتكلم في 30 سنة شوف النادي الأهلي بيوصل لإيه بعدها فترة التسعينات بداية التسعينات النادي الأهلي كان ماشي ما كانش ماشي بشكل كويس تدت نجوم كبار كبار تعتزل كابتن طهر أبوزيد كابتن محمود الخطيب ناس كتير كابتن ربيع ياسين كابتن مجدى عبدالغني كابتن مصطفى عبدو كابتن علاء ميهوب ناس فرقة صعب إنها تتعاوت منتخب مصر ومن أحلى وأمتع الأجيال اللي جون في تاريخ الكرة المصرية مش بس في تاريخ النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا والأندية الأفريقية أبطال الكؤوس والجيل اللي اتدعم وبعد كده دخل كاسعالم وعندك لعبة احترفت عندك حسام إبراهيم نجوم من أكبر النجوم الكبار ومعهم هني رمزي راحوا احترفوا برة النادي الأهلي مر بمرحلة فيها تخبط ثم جاءت كابتن صالح سليم وجاءت تصحيح وجاءت تصحيح بإيه؟ بالإحلال والتجديد كابتن صالح سليم جاب حسام إبراهيم مرة تانية من اللعيبة اللي كانوا من اللعيبة اللي راحت وكابتن صالح سليم جابهم عشان يدعم النادي الأهلي مرة تانية كان فيه تدعيم بالنشئين النشئين اللي في الفترة دية هنتكلم على وليد صلاح الدين وهكلمك على هدي خشب دول كانوا من الشباب الواعد اللي طالع وطلع معهم بقى هشام حنفي وهذا الجيل التدعيمات أفكرك ياسر ريان محمود أبو الدهب أحمد فهم الله يرحمه عمر الحديدي نجوم جت وبعديها طبعا النجم الغاني أحمد فليكس عاد مرة تانية النادي الأهلي للسيطرة وسبع بطولات دوري وربعات ده مرحلة الإحلال والتجديد طبعا رضا عبدالعال عشان ما نبقاش نسينا حد من هذا الجيل أنا بفكركم بمرحلة من المراحل النادي الأهلي بقى خسر ساعتها اتنين دوري والدنيا قامت وما عادتش لأن النادي الأهلي قدروا أنه أنا دايما بنافس على بطولة قدروا كده الجمهور بتاعه لا يقبل بأي شيء غير كده هي خلاص معروفة محدش في أي مكان في العالم محدش في أي مكان في العالم وهو أهلاوي بيقبل غير بكده فده أكبر ضغط على النادي الأهلي وكل من يعمل في منظومة النادي الأهلي من 110 سنة مرورا بكل رؤساء الإدارة الأجلاء الأعزاء كانوا تحت هذا الضغط كانوا تحت هذا الضغط وصلنا ليه مرحلة الألفية نادي كابتن صالح سليم توفى الله نادي الأهلي خسر الدوري موسمين متتاليين ثم جاء منو جزيه ثم جاءت بطولة أفريقيا ثم جاءت التعديل ثم جاءت تدعيم ثم الإصلاح والتجديد جاء وانت بتخسر برضو بعض من البطولات ودي مرحلة بتحدث في كرة القدم في كل الأندية منشستر رونايتد أجيب لك حاجة لايقى بيك تعتقل لي أنت مطلعنا أنجلترا آه بس أنا مطلعك للي لايقى بيك النادي الأكتر حصولا على بطولة الدوري الإنجليزي منشستر رونايتد فأنا أجيبه لك لأنه لايقى بيك لأن أنت مسيطر هنا نادي الأهلي مسيطر هنا منشستر رونايتد بعد السير أليكس بيركسون بقاله 3 سنين 4 سنين هوا دخلين في السنة الثالثة لسه بيحاول يعمل إصلاح وتجديد ولسه لم يفز بطولة الدوري شوفوا اشترع بقى كام لعيد مرورا بقى بإبراهاموفيتشي ومختري يعني وبوكبا ودفع كام دفع كام لأن أنا هاخدك دلوقتي للمرحلة التانية أن أنا إزاي أعمل إصلاح وتجديد وأنا ما عنديش تسويق مش هقدر حتى أولادي اللي طلعوا بره خدوا خبرات وبرجعهم مرة تانية لو ما عنديش الموارد مش هقدر هتبقى صعبة علي هتبقى صعبة علي لأن ما عنديش القوة الشرائية اللي أقدر أدعم بيها فرقتي تاني عشان أقف على رجلي فبداية من الموسم قبل الماضي ابتدى الإصلاح وابتدى الإحلال والتجديد إصلاح أن في بعض من اللعبة الكبار كانوا خلاص بيبطلوا أبو تريكا بركات والجمعة وهذا الجيل اللي أدى للنادي الأهلي الكثير والكثير والكثير خدوا ثالث العالم خدوا بطولات أفريقيا خمس بطولات أفريقيا أعتقد مع هذا الجيل جيل كبير جدا أدى للنادي الأهلي الكثير فعشان تعمل البلانس والتوازن كان من أصعب المراحل إيه هو البلانس والتوازن إنك تحافظ على التفوق اللي عندك إنت دائما متفوق في مصر فإزاي هتفضل خاصة إن منافسيك ابتدوا يبقى معهم فلوس وابتدوا يشتروا صفقات هو ده إزاي إنت تعمل التوازن ناحية التانية بيتجيب صفقات بس إنت بتجيب قد إيه وهم بيجيبوا قد إيه إزاي إنت عملت عملت قوام على القوام اللي عندك ما جبتش لعيبة خلاص من الأول و جدير إنت مشتريتش فرقة لحد دلوقتي من الأول للآخر لكن عملت التدعمات في الإطار الصائب فنيا الإطار الصائب فنيا وكل لعيب كان بيجي كان بيجي في محله ليه؟ لأن المكان ده يحتاج هذا الليفل مش أي ليفل اللي لعب النادي الأهلي ودي برضو نقطة مهمة جدا وده اللي بيفرق النادي الأهلي عن بعض الأندية الأخرى إن ممكن يبقى فيه اسم ظاهر في الدوري الأندية كتير جداً بتجري وراءه لكن لا يصدع للنادي الأهلي لعيب النادي الأهلي له صفات خاصة ترجمة نانسي قنقر